أثابكم الله فيصرفك العليم الحكيم لعلمه وحكمته والله يعلم وأنتم لا تعلم وقد ترغب المرأة ووراءها البلاء ووراءها الشقاء قد ترى المرأة كأحسن ما أنت رائم من جمال ولكن ذريتها لا خير فيها وقد ترى المرأة فتعجبك فيكون بلاؤها وشقاؤها عليك إن طمعت فيها وحصلت عليها الله يصرفك عن الشر والبلاء من حيث لا تعلم من حيث تعلم من حيث لا تعلم فأحسن أنظن بالله وكان الأخيار يتفائلون كثيرا إذا أرادوا خيرا من الدنيا فصعب عليهم لأن غالبا عوض الله وحسن الخلف ما يأتي إلا إذا تعب الإنسان يبحث عن وظيفة يبحث 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 حتى يقول تضيق عليه الأرض بما راحبته ولكن الله يوسعه وقد يأتي الفرج من حيث تحتسب من حيث لا تحتسب يبحث الشخص عن امرأة فيتعب ويكدح ويأخذ هذه ثم يعتذرون ويعرض نفسر على هؤلاء فيمتنعون ثم يأتي من يعرض عليه زوجة صالحة خيرة دينة مبارك فيها مبارك في نسها وذريتها فأحسن الظن بالله وإياك أن تعجز أخي في الله أمور الدنيا سهلة الأهم أمور الآخر أما أمور الدنيا كلها سهلة وفي الدعاء المأثور ولا تجعل الدنيا أكبرها منها إذا بحثت عن الوظيفة ولم تجدها إذا بحثت عن الزوجة ولم تجدها إذا بحثت عن السيارة عن الأمور الدنيا لا تجعلها أكبرها منك ولا تقول لاقت عليه بعضهم يقولوا الله ما عرف كيف أصلي لا تجعل هذا الهم غاية وهدفا وتصبح تدور حول هذا الهدف بعد طلبة العلم ينتصب للعلم ويفتح الله عليه في العلم وبعض الأخيار يفتح الله عليه في العبادة وفي الذكر وفي الشكر فيبتليه الله بحاجة دنيوية فيقيم الدنيا ويقعدها من أجل هذه الحاجة الدنيوية وهذا من كيد الشيطان بالإنسان فليحذر المؤمن الموفق ضعر الآخرة أكبر همك وغاية رغبتك وسؤلك ليس معنى هذا أن نترك مصالح الدنيا نحن نقول لا تجعلها أكبر الهم لأن إبليس يتلاعد بالإنسان حتى إن بعضهم من العياذ بالله يفقد خشوع صلاته وحضور قلبه ويتشتت ذهنه من أجل حطام الدنيا أو من أجل مصالح الدنيا إياك ثم إياك إذا بذلت السبب وتعبت وعانيت فأحسن الظن بربك لأن الله له حكم عظيم في خلقه من الناس من سهل الله عليه الدنيا فحمدها وشكرا وشكرا وأحسن فيها وأطاع ربه واتقى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومنهم من نكد الله عليه الدنيا فجعل نكدها راحة له في دينه وسعادة له في طاعته واستقامته قل لا أن تجد بلاء يأتيك في الدنيا فتحتسبه إلا جعل الله لك بخير الدين والدنيا والآخر احتسب لكن إياك أن تجعل للشيطان عليك سبيل ذهب يبحث عن الزوجة فيبدأ الشيطان ينكر به ويقول له يصبح يقول أنا أخاف الفتن أخاف أن أفتن في ديني نعم لا شك إنه يساني أخاف الفتن لكن أخي لا تسيء الظن بالله عز وجل أنت بحث وبذلت السبب ولم يتسأت غالب القدر ما لك في هذه الحالة إلا الصبر إذا وجدت شيئا من أمور الدنيا يعجزك إياك أن يتلعب بك الشيطان البعض يجلس مثلا يبحث عن الزوجة شهرا من يجلس سنة يقيم الدنيا ويقعدها والشيطان يعبث به فيأتي الشيطان فقيه لكن فقيه في ماذا في الشرق أو في الخير فيأتي ويقوله كيف تطلب العلم وأنت ترى الفتن والمحن وترى كذا وترى كذا ويبدأ يهول يهول له الأمور والله إن صرفت قلبك إلى ربك صرف الخير إليك وإن اشتغلت بهذه الأمور وعطيتها أكثر مما تستحق فأصبحت تقول ضاقت علي الأرض بما رحبت ضاقت عليك الرب بما رحبت عشان ما وجدت زوجك أين أنت طول عمرك قبل ما تتزوج لا أخي بالله لا تضيق عليك الأرض بما رحبت إلا إذا ضاع عليك دينه تضيق الأرض على ولي الله المؤمن بما رحبت إذا رأى محروما أو منكوبا أو مهموما أو مغموما ولم يجد شيئا يواسيه به تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى الطاعات والباقيات الصالحات يشمر لها المؤمنون والمؤمنات ويتنافس فيها المتنافسون فيبكي بكاء الحزن والشجاة والألم على فوات سعة الآخر هنا تضيق الأرض بما رحبت الآخر يجعلها أكبر همك ومبلغ علمك تضيق عليك الأرض بما رحبت إذا فاتك شيء مقربك إلى الله أما الدنيا وهمومها وغمومها وأكتارها وأشجانها وأحزانها فهي أحقر من أن تشغل ذهنك أو تصرفك عن ربك أو تفتنك في طاعتك وفي علمك وفي عملك إياك أن يخدعك الشيطان بل عليك أن تكون قوية الشكيمة صادق العزيمة محسن الظن بالله أخي في الله أسطق مع الله فإن الله يسطق وهذه قاعدة عاما أسعد الناس في الدنيا من إذا بذل الأسباب لم يخد ظنه في رب الأربع كن مطمئنا بالله إن الله يحب المؤمن القوي ومن قوة الإيمان أن المؤمن لا تنكسر عزيمته في أمر الدنيا أبدا يكون عزيمتك صادقة وظنك بالله حسن يجري في قلب العبد أنه يحب ربه وأنه واثق بالله ولربما سمع في ذكر أو مجلس ذكر أو جمعة أو خطبة حسن الظن بالله فأحب أن يكون محسن ظن بالله فيصلط الله عليه بلا أن يختبر فيه بحسن الظن بالله فيبحث عن وظيفة فتؤخر عنه يبحث عن ترقية فتؤخر عنه يطلب أبواب الرزق فتقفل في وجهه يبحث عن أسباب فتتعسر عليه لكي يختبر فيما جرى في قلبه أنه يحسن الظن بالله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليذرعكم على الغيب هذه كلها امتحانات ومن عاش في الدنيا يحس أنه يتقلب من امتحان وامتحان ومن بلاء إلى بلاء عرف طريقه إلى الله جل جلال وفقه وسدد فكن على علم وبصيره تحفظ وتسدد وتعاني اللهم إنا نسألك علم يقربنا إليك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا وسؤلنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين وافتح علينا أبواب فضلك يا خير الفاتحين اللهم افتح علينا أبواب الفضل في الدنيا والدين وارزقنا محبتك ومرضاتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن أراد الخير فوفقته وسددته وأعنته اللهم لا تجعلنا ممن أراد الشر اللهم لا تجعلنا ممن أراد شرا والتمس اللهم اصدقنا عن الشر وأهله وطرقه وأسبابه ولا تجعل للشيطان علينا به سبيل اللهم أصلنا بعصمتك حتى نلقاك يوم نلقاك وأنت راضٍ عنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نسألك الزهد في الدنيا عن الوجه الذي يرضيك عنا والطمع في الآخرة على الوجه الذي يقربنا منك ويوجب محبتنا لك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عن ما يصكون والسلام عن المسلمين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة